التشريح المركب والمعقد للريست والهند بيوفر عدد لا مسيل له من الحرقات ما بتحصلش في أي مفصل تاني في جسم الإنسان وبالرغم من كسرة العظام الموجودة في مفصل الريست والهند إلا إلينا النهاردة في المختصر المفيد هنشرحهم بطريقة سلسة وبسيطة جدا تساهل عليك حفظهم الرست والهند بيتكونوا من ديستال ريديس و ديستال ألنا و 8 عظام اسمهم كاربل بونز و 5 عظام اسمهم ميتا كاربلز و 14 سلمية كل من الديستال ريديس و الألنا لها بروز مخروطي الشكل اسمه ستايلويد بروسيس بتتصل من خلاله الأربطة الرادية لستايلويد بروسيس يقع على السطح الخارجي اللي هو lateral surface للرديس بينما الألنا لستايلويد بروسيس يقع على البستيريو ميديا الصيد اللي هو الجانب الداخلي من الخلف للألنا الثمن عظام اللي اسمهم كاربل بونز مترتبين في صفين بروكسيما رو و ديستال رو هنوضح أساميهم دلوقتي و كل عظمة من العظام اللي هنقول اسمها هنقول اسم تاني لها بين قصين مش لازم انك تحفظه ولكن من باب العلم بالشيء الكاربل بونز الموجودين في البروكسيما رو هما الاسكافويد والاسمها نفيكولر والليونيت والاسمها سيميليونر والترايكويترال والاسمها ترايكويترام والبيسي فورم أما بالنسبة للديستال رو فبيتكون من الترابيزيام والاسمها جريتر مالتي أنجولر والترابيزويد والاسمها ليزر مالتي أنجولر والكابيتيت والاسمها أوس ماجنم والهاميت والليليها اسم تاني هو الأنسي فورم الخمس عظام التانيين اللي اسمه ميتا كاربل بونز عبارة عن عظام صغيرة أنبوبية الشكل بتتكون من ثلاث أجزاء بروكسيما الاند ويسمى بيز وديستال اند ويسمى هيد وميدل بارت بيطلق عليه اسم بادي بعد كده الفلانجيس واللي هم 14 سلمية هم دول العظام اللي بيكونوا أصابع اليد وتكوينهم بيكون زي تكوين الميتا كاربل بونز من ثلاث أجزاء بروكسيما الاند أو بيز وديستال اند أو هيد وميدل بارت بيطلق عليه اسم بادي كل صباع من أصابع اليد بيتكون من ثلاث سلميات بالترتيب بروكسيما الاند وميدل وديستال معادة الصمب اللي هو الفرست ديجيت واللي بيتكون من تو فلانجيس بس وهم البروكسيما الديستال اند وبكده نكون خلصنا فيديو الريست والهند ما تنسوش تكتبولي رأيكم في التعليقات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة